اشتركوا في القناة وصادق الصديق المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان بمناسبة زيارتها للمملكة للمشاركة في الافتتاح الرسمي للمقر الجديد للسفارة السودانية في البحرين حيث نقلت إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه فخامة الفريق أو الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان وأخيه معالي الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي وتمنياتهما الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام الرقي والازدهار ورحب جلالته بوزيرة الخارجية السودانية وكلفها بنقل تحياته وتمنياته إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ورئيس وزرائه ولشعب السودان الشقيق بالمزيد من التطور والازدهار مباركا جلالته افتتاح المقر الرسمي لسفارة السودان في المملكة والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة وما تشهده مسارات التعاون والعمل المشترك من تقدم بما يقدم الأهداف والمصالح المشتركة وأكد جلالته أيده الله خلال اللقاء دعم مملكة البحرين لجهود السودان في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية بالإضافة إلى الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية معربا حفظه الله ورعاه عن تقديره لجهود الجالية السودانية وإسهاماتها الطيبة في المسيرة التنموية في مملكة البحرين من جانبها أعربت سعادة الوزيرة عن شكرها وتقديرها لحضرة صاحب الجلالة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال مؤكدة اعتزازها بجهود جلالته في تطوير العلاقات البحرينية السودانية وما يكنه السودان قيادة وشعبا من تقدير كبير لمملكة البحرين بقيادة جلالته حفظه الله ورعاه ودور مملكة البحرين المشرف في ترسيخ دعائم العمل العربي المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر